بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النهاردة هنشرح درس جديد وقبل بداية الشرح تهيئة لبعض الكلمات اول كلمة معايا شاجرات شاجرات كلمة شجرة تقطع ازاي؟ طبعا عارفين تقطيع الكلمات؟ الحرف الساكن مع اللي جاب له والمد مع اللي جاب له والمتحرك لوحده طيب كلمة شجرة اربع حروف متحركة يبا اذا كل حرف لوحده تقطع بهذا الشكل شاجرات شاجرات تقطع بهذا الشكل الشين مقطع لوحدها والجيم مقطع لوحدها والرا مقطع لوحدها وما الحرف الاخير ده حرف ايه؟ التاء احسنتي حرف التاء بس دي تاء اسمها تاء ايه؟ مربوطة طب نطقها ازاي؟ تنطق ازا كان فوقها ضمت واذا كان فوقها فتحة تا واذا كان تحتها كسرة تي زي التاء العادية بالظبط وهنعرف الفرق بينها وبين التاء العادية بس دلوقتي التاء المربوطة حرف يأتي في اخر الكلمة لا يأتي الا في اخر الكلمة وله شكلان الشكل الاول هكذا والثاني هكذا يبا التاء المربوطة لها كم شكل؟ الشكل الاول زي ما احنا شايفين والشكل الثاني منفاصل الاول متاصل المنفاصل زي في كلمة شجرة اللي احنا اخدناها وقطعنا كلمتها اما كلمة نحلة فيها التاء المربوطة متاصلة او منفاصلة؟ متاصلة احسنتي متاصلة بما قبلها متاصلة بمين؟ بما قبلها نقطع كلمة نحلة نبص فيها وتشكيلها الاول نحلة النون وبعدها الحاء الحاء عليها ايه؟ سكون سكون اذا احنا جلنا الساكن مع اللي جاب له كلمة نحلة الساكن مع اللي جاب له نون حاء نح لاتن نح لاتن نحلة الساكن مع مين مع اللي جاب له اللي هي الحاء يبقى نح اللام متحركة لوحدها لا التأمر بوطة متحركة لوحدها تن نحلة عصفورة كلمة عصفورة العين العين متحركة نبص على الحرف اللي بعديها ساكن ولا مد ولا متحرك ساكن ساكن يبقى هو مقطع هو واللي جاب ليه عص والفا بعدها حرف ايه بعدها حرف الواو وحرف الواو ده يطرى فكره ولا مش فكره فكره ما لهوش حاجة وحرف اللي جاب ليه مضموم يبقى الواو دي وو ايه مد احسنتي وو مد اذا كلمة عصفورة العين مع الصد مقطع عص والفاق مع الواو المد مقطع عصفو الرأ مقطع والتأ المربوطة مقطع عصفورة تكتب بهذا الشكل عصفورة اخر كلمة حديقة حديقة هبص على الحرف الاول واللي بعديه حرف الاول متحرك واللي بعديه متحرك يبقى الحرف الاول مقطع لوحده حا الدال وبعدها ياء الياء معليهاش حاجة والحرف اللي جاب لها مكسور يبقى الياء دي يا ايه ياء مد ياء مد برافض عليك يبقى حديقتن حديقتن كلمة حديقة تقطع بهذا الشكل الحاء لوحدها والدال ما عليها حديقتن حديقتن كده عرفنا ان فيه تاء مربوطة والتاء المربوطة لها شكليا يا إم متصلة يا إم منفاصلة منفاصلة زي في كلمة شجرة ومنتصلة زي في كلمة نحلة نشاط واحد انتق اسم الحرف تاء اسمو يا الحرف ده تاء تاء مربوطة اسمو يا تاء مربوطة تاء مربوطة اسمو يا تاء مربوطة ولها شكليا زي ما احنا شايفين الشكل الأول منفاصل والشكل الآخر متصل بما قبله نشاط واحد لون الصورة التي بها تاء مربوطة أول صورة صورتها وردة وردة احسنتي. طب يا ترى كلمة وردة. فيها تاق مربوطة ولا ما فيهاش? ورداتن. ورداتن. نكتبها ونشوف. فيها تاق. فيها تاق مربوطة. طب هعرفها ازاي? التاق المربوطة ازا وقفت عليها بالسكون هتتنطق ها. زي كلمة وردة. هتنطقت هي? ها. طب هشكلها. هتتنطق تاق. هجول وردة تن. اتنطقت هي? تاق. اذا هي تاق مربوطة. يبقى اللون صورة الوردة. تاني صورة صورة هي? كرة. كرة. طب انتج معايا كده? كرة. كرة. اتنطقت هي? اه. اخر حرق. ها. طب هشكلها. كرة تن. اتنطقت هي? تاق. يبقى دي تاق ايه? مربوطة ولا مفتوحة. محسنتي مربوطة. يبقى اللون صورة الكرة. صورة الكلب. كلمة كلب. فيها تاق مربوطة? كلب. لا. ما فيش لا لا اتنطقت ها ولا اتنطقت تا. دي كلب ببن. طيب اخر صورة صورة? ساماكه. ساماكه. اسمها هي? ساماكه. ساماكه. اتنطقت ها. طب هشكلها. ساماكتون. اتنطقت هي? تاق. اذا هي تاق مربوطة. يبقى التاق المربوطة. في اخر الكلمة لو سكنت هتكون ها ولو شكلت هتكون يا تا. زي ساماكه. وهشكلها ساماكتون. لون صورة السامك. نشاط اتنين. صل الكلمة بالشكل المناسب لها. طبعا احنا عارفين الشكليا للتاق المربوطة. الاول منفصل والاخر متصل. التاق المربوطة المتصلة زي كده. والمنفصلة زي كلمة كرة. هنشوف اول كلمة معي كرة. كرة منفصلة التاق المربوطة ولا متصلة? احسنتي منفصلة. يبقى نوصل كلمة كرة بالتاق المربوطة المنفصلة. اه. بالشكل ده احسنتي. طيب تاني كلمة اجريها كده? احسنتي ساماكتون. بص لاخر الحرف التاق متصلة ولا منفصلة? بص فيها كويس متصلة ولا منفصلة? متصلة. احسنتي متصلة يبقى نوصلها بالتاق المربوطة المتصلة ده شكلها. طيب الكلمة اللي بعدها اجريها. لعبة. لعبة ممتاز. هبص لاتاق المربوطة. منفصلة ولا متصلة? متصلة. احسنتي متاصلة مسكة مادة دراعها للي جاب ليها. او دراع اللي جاب ليها ماسك فيها. الكلمة اللي بعديها? حديقة. احسنتي حديقة. بص الاخر الكلمة. تا ماسكة في اللي جاب ليها ولا مش ماسكة? ماسكة. ماسكة في اللي جاب ليها. ازن هي متاصلة نوصلها بالتاق المربوطة المتاصلة. طيب اخر كلمة? احسنتي. اصفورة. التاق المربوطة. ماسكة في اللي ليه ولا مش ماسكة? مش ماسكة. ازا هي تا مربوطة منفاصلة. نوصلها بالتا المنفاصلة. نشاط ثلاثة. اكتب حرف التا. تا المربوطة يكتبها التلميذ على السطر ويلاحظ انها لا تكون تحت السطر. وانما تكون فوق السطر. ويكتبها باتجاهاتها الصحيحة. وهي منفاصلة تكون بهذا الشكل. وهي متصلة تكون بهذا الشكل. وايضا يكتب تحت النقطة المحددة. تا مربوطة. اسمها هي? تا مربوطة. نشاط اربعة. ابحث في الصورة عن كلمات بها تا مربوطة. طبعا احنا عارفين التا المربوطة. يا اما تنطق هاء ازا وجفت عليها بالسكون او تنطق تا لو شكلتها. هشوف اول صورة. اول صورة. صورة ايه? باكاراتون. كده انا شكلتها. طب هجف عليها بالسكون. باقارة. باقارة. اذا فيها تا مربوطة. نرسم عليها دائرة. تاني صورة صورة. فراشة. يا طرى كلمة فراشة. هنطقها مرتيا. مرة ساكنة. ومرة عليها تشكيل. ازا اتنطقت مرة هاء ومرة تا يبقى اخرها تا مربوطة وهنرسم عليها دائرة. بص معايا كده. فراشة. طب تاني مرة. فراشة. يبقى دي تا مربوطة ولا مفتوحة? تا مربوطة. احسنتي عشان اتنطقت مرة هاء ومرة تا. فاذا نرسم عليها دائرة. صورة الكرة. يا طرى الكرة. هنتجها مرتيا ايضا. كرة. اتنطقت هاء. طب تاني مرة. كرة تن. اتنطقت هي. تا. يبقى دي تا ايه? مربوطة. يبقى كلمة كرة. فها تا مربوطة هنرسم عليها دائرة. بطة. اتنطقت هي. تا. طب هاجف عليها بالسكون. بطة. اتنطقت هاء. اذا اخيرها ايه? تا مربوطة. تا ايه? مربوطة. نرسم عليها دائرة. عصفورة. عصفورة. اتنطقت برضو مرة هاء ومرة تا. اذا ايه? مربوطة. نرسم عليها دائرة. شجرة. طب هشكلها. شجرة. مرة هاء ومرة تا. نرسم عليها دائرة على الشجرة. تفاحة. تفاحة. اخرها هاء. طب هشكلها. تفاحة. اخرها ايه? تا. اتنطقت مرة هاء ومرة تا. يبقى دي تكتب تا ايه? مربوطة. نرسم عليها دائرة. زهرة. زهرة. اتنطقت مرة هاء ومرة تا. اخرها تا مربوطة ولا مفتوحة? مربوطة. احسنتي نرسم عليها دائرة. الصور اللي احنا رسمنا عليها دائرة. هنكتبها في النشاط اللي بعده. وبا اكتب الكلمات التي وجدت بها حرف التا في الصورة السابقة. قلق اول صورة صورة بقرة. نكتب كلمة بقرة. بقرة بهذا الشكل. اخرها تا مربوطة. تاني صورة صورة كرة. نكتب كلمة كرة بهذا الشكل. اخرها تا مربوطة. ثم بعد ذلك فراشة. بطة. نلاحظ هذه الكلمات لو لو قفل عليها بالسكون تنطقها بقرة. هشكلها بقرة. كرة. هشكلها كرة. فراشة. هشكلها تنطق. فراشة. بطة. شكليها. بطة. احسنتي. طيب كلمة اصفورة. شكليها. اصفورة. احسنتي. تفاحة. تفاحة. احسنتي. اذا التاء المربوطة تنطق تاء عند التشكيل وعند السكون هاء. نشاط خمسة. حلل الكلمات التالية الى حروف. اول كلمة. لعبة. لعبة. كلمة لعبة هبص للحرف التاني. هبص للحرف ايه? التاني. التاني. الحرف الاول متحرك. التاني ساكن. يبقى الساكن مع مين? مع اللي جاب له. المتحرك اللي جاب له. الساكن مع مين? مع اللي جاب له. لعب هذا الشكل. لعب. بعد كده. البق متحركة والتاء المربوطة متحركة لعبة اذا الباء مقطع والتاء ايضا مقطع لعبة تن لعبة تن الكلمة اللي بعديها ساعة احسنتي ساعة كلمة ساعة الحرف الاول متحرك الحرف التاني ما فقهوش حاجة وهو الف وجاب ليه فتحة يبقى دي الف ايها ماد احسنتي الف ماد ازaan الماد مع الممدود حرف الماد مع الممدود اللي جاب ليه احنا عارفين الحرف اللي جاب ليه اللي حرف الماد يسمى حرف مامدود اذا الماد مع اللي جاب له مقطع هنكتب ساعة انطق الكلمة كويس ساعة تن الآن عليها ايه احسنتي نكتبها مقطع لوحدة ع والتاء المربوطة تن مقطع لوحدة تنوين بالضم زورة كلمة زورة حروف متحركة اذا كل حرف المقطع زورة تن زورة نشاط ستة ارتب الحروف ثم ادمجها لتكون كلمة حرف الراء والتاء المربوطة وحرف الزال ممكن الكلمة تبدأ بتاء مربوطة لا ما ينفعش ما فيش كلمة تبدأ بتاء مربوطة ولا التاء المربوطة ما تبقى فيها في نص الكلمة لا في اخر الكلمة فقط يبا التاء المربوطة ما تكون فيها في اخر الكلمة فقط ما ينفعش تيجي في الاول ولا في النص التاء المربوطة دي ما كانها فيها في اخر الكلمة فقط. يبا انا كده عرفت الكلمة اللي انا ارتبها وهدمجها اخرها تاق مربوطة. طيب ينفع اقول اذا ت منفع. طب زورة احسنتما. نكتب كلمة زورة. زورة. طيب تاني كلمة احنا اتفاجنا ان التاق المربوطة فيها اخر الكلمة. ينفع ركة. طب نبدأ بالكاف. احسنتي. نكتب كلمة كرة نون. وحاء وتاء ولام. التاق في ين? في اول كلمة? لا. في نص الكلمة? لا. في اخر الكلمة. اخر الكلمة. نبدأ بالنون زي ما احنا بدقين. نحلة. نكتب كلمة نحلة. التاق المربوطة في اخر الكلمة. نبدأ بالعين. علبة تنفع. وتنفع لعبة. سواء ارتبها التلميذ. علبة. او لعبة تنفع. نشاط سبع. استمع ثم ارسم دائرة حول حرف التاق في ما يلي. طبعا هنجرأ واحنا عارفين شكل حرف التاق في اخر الكلمة. يا اما منفصل يا اما متصل. في اول يوم في المدرسة. في اول يوم في المدرسة. فيها كلمة المدرسة فيها تاق مربوطة. نرسم عليها دائرة. راقبت منا السيارة. كلمة منه. راقبت منة السيارة. كلمة منة. هي بنت اسمها منة. اخرها تاق مربوطة؟ ايوة. احسنت. نرسم عليها دائرة. السيارة. اخرها وهشكلها السيارة نطق التاء إذن هي تاء مربوطة ولكنها كانت خائفة قليلا خائفة فيها نرسم عليها دائرة وعندما رأت المعلمة أول ما منا شافت المعلمة كلمة المعلمة فيها نرسم عليها دائرة وأصحابها نسيت خوفها يعني مننا أول ما شافت المعلمة وأصحابها نسيت خوفها وقضت يومها وهي سعيدة في كلمتان فيها تأمر بطا أيوة كلمتها سعيدة أحسنتي نرسم عليها دائرة نشاط تمانية اقرأ واختر الصورة المناسبة أول كلمة زهرة نخلة أحسنتي نرسم دائرة على صورة النخلة نخلة تاني كلمة نجمة أحسنتي نجمة نرسم دائرة على صورة النجمة سمكة نرسم دائرة على كلمة سمكة سبورة نرسم دائرة على الصبورة نشاط تسع اقرأ ورسم أول كلمة سلحفاء سلحفاء ممتاز نرسم صورة سلحفاء ويرسم التلميذ بأي شكل لأن الهدف من هذا نشاط أنه يقرأ ويتعرف على التأل المربوطة منفصلة ومتصلة تاني كلمة نحلة 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 نرسم صورة نحلة تالت كلمة بقرة نرسم صورة بقرة كلمة اللي بعدها نجمة أحسنتي نرسم صورة نجمة زهرة 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 نرسم صورة زهرة سمكة سمكة نرسم صورة سمكة نشاط عشرة أكتب بخط نسخ جميل يكتب التلميذ على السطر يكتب التلميذ على السطر ويراعي الحروف التي تنزل تحت السطر والحروف التي تكون فوق السطر يكتب بهذا الشكل ألعب الكرة في الحديقة ألعب الكرة في الحديقة ثم بعد ذلك يضع نقطة في آخر الجملة بهذا الشكل ألعب الكرة في الحديقة ودي عشان جملة وخلصت لازم نضعها في آخرها ايه نقطة ده حرف ايه ده تا تا وده تا مربوطة وتا مفتوحة طيب هنشوف كلمات فيها تا مفتوحة تا المفتوحة زي كلمة تامر زي كلمة تامر زي كلمة ايه تامر تامر حرف التا ده فيهن في أول الكلمة ولا في نصها ولا في اخرها في أولها عايبا تا المفتوحة أما تيجي في أول الكلمة طب ممكن تيجي في نصها ممكن تيجي في نصها زي كلمة كات كوتن زي كلمة ايه كات كوتن التا في نص الكلمة وفي آخر الكلمة أيضا وممكن كلمة بنت أيضا في آخر الكلمة طيب التا المربوطة اللي احنا عارفين لها شكليا الشكل المنفصل والشكل المتاصل يا طارع تأتي في أول الكلمة ولا في نص الكلمة ولا في آخر الكلمة آخر الكلمة تأتي في آخر الكلمة فقط ذي كلمة سامكة أو شجرة أو حديقة كل هذه الكلمات كرة أي كلمة لا بد أن تكون التأ المربوطة آخر الكلمة فقط لا تأتي في أول الكلمة أو وسط الكلمة إنما تأتي في آخر الكلمة فقط أما التأ المفتوحة تأتي في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة كلمة بنت لو مسحت التشكيل وهخليها سكون. هتنطق ايه? بنت. تنطق ايه? بنت. اه يبقى في الحالتين تا. يعني سواء مشكلة او ساكنة هتنطق ايه? تا. بنت. طب سكنيها. بنت. اتنطق التا. تمام? طيب كلمة حديقة. كلمة ايه? حديقة. مشكلة اتنطق التا. طب همسح التشكيل وهضع سكون. هتنطق ايه? حديقة. اتنطق ايه? ها. يبقى التا المربوطة في التشكيل تنطق تا. وفي السكون تنطق ها. ليه هنطقيا? في التشكيل تا. وفي السكون ها. اما التا المفتوحة تنطق تا في التشكيل وتا في السكون. بنت. وهجف عليها بالسكون. بنت. اما كلمة حديقة. حديقة. طيب هجف عليها بالسكون. حديقة. اتنطقتها. زي كده كلمة كات كوتن. وايضا التا المفتوحة ما ينفعش احزفها من الكلمة. ما ينفعش اقول كات كو. واجف. ينفع. لا. لازم الكلمة تكون كاملة كات كوتن بهذا الشكل. اما كلمة شجرة. لو حبت احزف التا المربوطة تنفع كلمة شجر. ممكن تديني كلمة كأنها مذكر او جمع شجر. لذلك التا المربوطة ممكن تحزف. اما التا المفتوحة لا يمكن تحزف. لا يمكن تحزف. من الكلمة. والتا المربوطة تحزف في بعض الكلمات وتؤدي معنا زي كلمة شجرة. نحزفها هتكون شجر. نشاط حداشر. صلوا الصورة بالحرف الاخير. طبعا الصورة اول صورة صورة هي. بيت. بيت. هنطقها مرتيا. مرة ساكنة ومرة متحرك. عشان اعرف ان هي تا مفتوحة ولا مربوطة. ونوصل بالتا المفتوحة او المربوطة. كلمة بيت. اتنطق هي. تا. طب هاجف عليها بالسكون. بيت. اتنطق هي. برضو تا. ازن هي تا مفتوحة. نوصلها بتا مفتوحة. تاني صورة. سامكة. اتنطق التا. طب هاجف عليها بالسكون. سامكة. اتنطق هي. ها. لاحظ اخر الكلمة لما شكلها. كرة تن. اتنطق هي. تا. هقول تاني. كرة تن. اتنطق هي. تا. طب هاجف عليها بالسكون. كرة. اتنطق هي. ها. ازن هي تا. مربوطة. نوصلها بالتا المربوطة. شجرة تن. اتنطق هي. تا. طب هسكنها. هاجف عليها بالسكون يعني. شجرة. اتنطق هي. ها. ازن هي تا مربوطة. اتنطق التا. طب هاجف بالسكون. اتنطق ايضا تا. ازن هي تا مفتوحة. لانها نطق التا في الحالتين. نوصلها بالتا المفتوحة. بنت. اتنطق التا. طب سكنيها. بنت. اتنطقت ايضا تا. نوصلها بالتا المفتوحة. نشاط اتناشر. اكتب الحرف الاخير اول صورة صورة طب يا طار هكتب تاء مفتوحة ولا تاء مربوطة هجف زي ما قلت مرة بالتشكيل ومرة بالسكون اذا اتنطقت تاء في الحالتين يبدي تاء مفتوحة اذا اتنطقت مرة ها ومرة تاء يبدي تاء مربوطة طب نشوف كلمة توتن كده شكلتها اتنطق التاء طب هجف عليها بالسكون ايضا اتنطق التاء اذا هي تاء مفتوحة سحابة نطقتها بالتشكيل اتنطقت هي. تا. طب هجف علىها بالسكون. سحابة اتنطقت هي. ها. اذا هي تا مربوطة. نكتب تا مربوطة. زرافة اتنطقت هي. تا. طب هجف بالسكون. زرافة اتنطقت ها. اذا هي تا مربوطة. نكتب تا مربوطة. عنكبوت اتنطقت. طب هجف بالسكون. عنكبوت اتنطقت ايضا تا. اذا هي تا مفتوحة. نشاط تلتاشر. اقرأ ولاحظ. هنقرأ الكلمات مع بعض. اول كلمة. بنت. نلاحظ ان اخرها تا مفتوحة. ودايما اخل التلميز. مرة يسكن اخرها. ويشكله مرة. عشان يعرف ان هي تا مفتوحة ولا مربوطة. بنت. تا ايه? تا مفتوحة. طب هجف علىها بالسكون. بنت. اتنطقت تا في الحالتين اذا هي تا مفتوحة. طب تاني سوء تاني كلمة. قصة. اتنطقتها. طب هشكلها. قصة. اتنطقت تا يبا دي تا. تا مربوطة. نجمة. 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 اتنطقتها اذا هي تا مربوطة. لعبة. لعبة. مرة تا ومرها تا مربوطة. بيت. تا في الحالتين تكتب تا مفتوحة. تفاحة. تفاحة. ايضا تا مربوطة. توت. تا مفتوحة. سيارة. سيارة. تا مربوطة. رسمة. رسمة. تا مربوطة. قطة. تا مربوطة. كده ان شاء الله نكون خلصنا الدرس. ان اعجابكم الدرس اشتركوا في القناة وشاركوا الفيديو عشان كل استفادوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة